أعلن الاتحاد العام لطلبة جامعة حضر موت في بيان رسمي رفع الإضراب الشامل الذي استمر في كافة كليات الجامعة بعد التوصل إلى اتفاق مثمرين بين قيادة الاتحاد ورئاسة الجامعة برعاية السلطة المحلية بمحافظة حضر موت وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع ضم ممثلي الطلاب ورئاسة الجامعة ووكلاء المحافظة حيث تمت مناقشة مجموعة من المطالب الطلابية الملحة وتم الاتفاق على عدة حلول تهدف لتحسين الخدمات التعليمية والمرافق الطلابية بما في ذلك دعم المواصلات والتغذية والابقاء على الرسوم الدراسية كما كانت في العام السابق اشتركوا في القناة